احتضن فضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية تطوان لقاء تحسيسيا حول إنشاء المجلس الإقليمي للسياحة كدعامة أساسية للقطاع ولتطوير وترويج الخدمات السياحية بالجهة في هذه السنة قدرنا هذه السياحة كمحور الاقتصاد المحلي والتي نريد أن نعطيها هو دينامية جديدة ودفعة ومواكبة للمهنيين في هذه الميدان هذا المجلس الإقليمي للسياحة شف الاهتمام للدولة الذي ينقص وهذا قدرنا نشرط عليه بالحمر لأن مع الأسف المكتب الوطني السياحة ما كي يعمل التحجة في المنطقة دينا دينا الشامل ونحن نطلبه من هذا المنبار باش يهتم بهذا المنطقة لأنها يمكن تكون عندها واحد دخل وعندها مميزات عالمية اللي يمكننا نفتخروا بها في العالم كامل علش ما كنتميزش بها علش ما كنتميزش بها علش ما كنتمظهروهاش لعالم هذه المميزات اللي عندنا في تيطوان الشمال المغرب فعلا كان منذ وقت طويل وهو لا يستفيد بما استفادت منه الجهات الأخرى سياحيا وهذا اهتمام كذلك بمنطقة الشمال لاحظنا الاهتمام الملكي بمنطقة الشمال هذا ليس اعتباطا ولكن هذا شيء يصب في أن نجعل من الشمال المغرب وجهة لتنمية سياحية مستدامة اللقاء شكل مناسبة للدعوة إلى مزيد من الدعم والتشجيع للسياحة المسؤولة والمستدامة وسوة بباقي مناطق المغرب التي تعرف رواجا سياحيا مهما ترجمة نانسي قنقر